السلام عليكم ورحمة بكم في قناتي من جديد و مرة أخرى اليوم نحبكم في وصفة جديدة اللي رح ندير فيها ان شاء الله بإذن الله ليبني بشوكولة ولا بالمعجون هذا ليبني بزف خفاف هاي لين يعني البرمية بلجور فان دير دير رشاة ليبني مكيما هادو جامي دير قلت بوخوابا نشاركوهم معاكم تستفادوا منهم شوفوا كيفاش خفاف هاي لين يجو فرغين من الداخل هنا يبدو بالوصفة رح نسحقوا هنا 400 قرام فارينا أنا سيارتها وحطيتها في البول تعلي رح ننخلط فيه نسحقوا كما رحكوا تاني معايا نسحقوا الملح ولفاني نحبوا تانيزة لفاني ازاقارس ولا تعالجينة نسحقوا بيض كاملة وزوج صفر بيض نسحقوا 20 قرام تاع الزيت نسحقوا 30 قرام تاع السكر و7 قرامات تاع خميرة الخبز ونسحقوا 40 قرام تاع الزبدة تكون بحرارة المطبخ نسحقوا بحرارة الملح مع الفانيزة ثم نزيد سكر مع الخميرة يعني نخلطوا جميع المواد الجفة كيف كيف ثم نحكم هذه الزبدة نقطعها فوق الفانيزة حتى نبسسها مع الفانيزة ندخلها ملح ثم نزيد 20 قرام تاع الزيت اعني امام امام اللي شوز لكي درتهم لكم بالقرام هكاية باش توزنوا بالميزان اللي عندها الميزان ولي ما عندهاش الميزان هاني حطيت لكم في القروب فيسبوك حطيت لكم ورقة كيفاش تحولوا الميزان الميزان تدخل للجروب فيسبوك و سنقوم بتحديد الميزان الميزان تستفاد من هذه الميزان تستفاد من ميل جرام للمغرفة ولا للكاس هنا نسحق 190 جرام حليب انا كنت حطيته عدفالي نسحق 190 جرام حليب لتصبح ملغفة لتصبح ملغفة يجب ان يكون ملغفة نسحق 5 دقائق نسحق 5 دقائق لتصبح ملغفة لتصبح ملغفة تستطيع التصبح او لا تستطيع التصبح نسخبط الملغفة نسخبط ملغفة لتصبح 5 دقائق نحن نخمر مدة تزود ساعة ونصر تزود ساعة من ساعة ونصر تزود ساعة قد ما اخلطها تخمر قد ما مليحه لكم انا اخلطتها ونحن نحن ندير في ايدنا فارينة ونضع في الميزان الفارينة يعني كمية مليحة لن تلسق المنزل في العجنة لأنها تجيب الكثير من الارتباء ونطرق المنزل لن تتكلم في العجنة لأنها تجيب الكثير من الارتباء سوف ترون طريقة لن تتحبون أن تصبح بيتك سنصلحوها بالعود يعني بيتكم تاني حاجيكم سهلة وبعدها انقطعوها كل واحدة تقطع باش حبتها انا حكمت هذا الكاس الفم التاعو شوية كبير باش يجوني الحبات شوية كبار ماشي صغير انا المول تاعي والطابع اللي عندي يجي شوية صغير درت بهذا الكاس حطيت في المقلة زيت تاعي تسخن و راح تسرحت العجينة تاعي نضيفها مقبل زيت تسخن نضيفها تطيبوا لكم تمتم شوفوا كيف ينتفخوننا يجوا بزفه شوفوا كيف ينتفخوا حتى ينقلبوا يجوكم هكا يقعدوا و تقليوا فيهم بشوية من الجوانب بس يجيكم بزفه و فارغة من الداخل يجي من فوخة يعني بزفه لان كما قلت لكم الفنسية لغوصات البنية كما هاد الاغوصات ما زال ما شوفش بزف هيلة يعني راح تتعجبكم اذا سيتوها و ما تنسوش باعتوالي في انستغرام او في فيسبوك هكا ايه باش نشوف كيرا كوتسي والوصفات هكا بزيدو تشدعوني كتر نحط لكم وصفات كتر و كتر هنها ايا نكمل كامل كونتيتي تعي اللي جدرتها و نقطحها كامل و نكمل نقليها و بعدها نعود نولي لكم موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والجلوب فيسبوك الى فيديو اخر ان شاء الله الى وصفة جديدة الى اليقاني